تكبيل وتقييد وضرب واحدة من صور الانتهاكات الوحشية ضد معتقلين بلا تهم في سجن بير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن لا تتورع إدارة السجن الذي تديره قوة الحزام الأمني المدعومة إماراتيا عن الإيغال في إذلال المعتقلين وكان آخرها اعتداء مدير السجن غسان العقرب مع حراسته بوحشية على 72 معتقلا أخرج العقرب المعتقلين من زنازينهم وبدأ بتوثيقهم وتغطية أعينهم ومن ثم عمد إلى حلق رؤوسهم وأنهال عليهم بالضرب المبرح وكل ذلك جرى دون سبب يقول بيان لرابطة أمهات المختطفين إن الاعتداء على المعتقلين لم يكن الأول ولن يكون الأخير فسلطات السجن لا تكترث لتوسلات المعتقلين والصرخاتهم وأيضا لا تمكنهم من حقوقهم الأساسية والقانونية قصص وشهادات للمعتقلين في السجن سيء السمعة تكشف عن صنوف من حالات التعذيب والعنف المفرط أدى في مناسبات كثيرة لمقتل عدد منهم الأمر الذي زاد من مخاوف أسريهم حول رفض السجن لإفراج عن 16 معتقلا كانت النيابة قد أصدرت أوامر بالإفراج عنهم بيان الرابطة طالب الرئيس هادي ووزير الداخلي أحمد الميسري بالتدخل فالسجن رغم تبعيته للحزام الأمني إلا أنه ما يزال نظريا تحت سيطرة الحكومة الحقيقة إن الإمارات هي صاحبة القول في هذا الملف فالنيابة المسؤولة عن ملفهم لم تقدم المعتقلين لمحاكمة مضمونة نزاها ولم تفرج عن الذين أصدرت أوامر بالإفراج عنهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر